اهلا بيكو في حاجة دي من الومنيفيرس ووتشر استكمالا للحلقات اللي كنا بنتكلم فيها على الشخصيات العنكبوتية حيث ان احنا اتكلمنا على سبايدر مان 1999 وسكرلة سبايدر وسلك النهاردة هنتكلم على شخصية جديدة وشخصية سبايدر وومن بالتحديد جيس كدرو شخصية سبايدر وومن دي هي هوية بطل حمل عباءة وناس كتير ابرازهم جيس كدرو اول زور ليه في الكوميكس كان سنة 1977 في العدد رقم 32 من سلسلة الكوميكس مارفل سبوتلايت على ايد الكاتب ارشي جودوين سنة 78 ستال ليه طلعوا ايه اللي احنا كان كل هدفنا ان احنا نعمل الشخصية دي كان علشان نضمن الحقول الملكية بتاعت الاسم مش اكتر ما كانش عندنا اي مخططات اللي احنا نعمل ايه بالشخصية دي بعد كده كل اللي فكروا فيه ان هم يعملوا الشخصية دي ويرموها في اي عدد والسلام بحيث ما تعرفش اي شركة كوميكس تانية تعرف تستخدم الاسم ده بس بعد كده الناس حبوا العدد ده والمبيعات بتاعته كنت عالية جدا وقال لك احنا عايزين ان يتعامل سلسلة للشخصية دي بالفعل مارفل لبت الدعوة دي او الطلب ده وعملوا سلسلة كوميكس باسم سبايدر ومن ابتدت سنة 78 وفضلت مستمرة لغاية سنة 1903 وكانت 50 عدد اول واحد زي ما احنا قلنا اسمها جيسكا درو وخلي بالك فيه كذا جيسكا دلوقتي عندنا عندنا جيسكا جونس وجيسكا درو وجيسكا كروز بتاع دي سي كوميكس الموضوع كبير جدا هي مفروضة ربت وتولدت في لندن هي ابوها كان عالم كان جنب البيت كان فيه مختبر هو شغال فيه وهي صغيرة بتاعت تتعرض لاشاع كبير جدا من اليورانيوم المشاع بتاعت تتعب ابوها عشان ينقص حياتها قرر ان هو يديها مصل ما تجربش قبل كده عبارة عن الدم بتاع عناكب وعلشان المصل ده يعني يتفعل هي كانت محتاجة انها تخش بحاجة كده اسمها اكسليريتور او مثلا حاجة كده ممكن نقول مكان تخش فيه يساعدها على التطور الجيني قعدت في الجهاز ده عشرات السنين بعدين طلعت منه واحدة عندها 17 سنة طلعت من المكان ده طلعت لقارية تانية جنبهم حبت واحد وبعدين بالغلط قتلته عن طريق قوتها الجديدة وقدراتها اللي هي لسه مكتشفاها سكان القارية دي اتهموها بالسحر والشعوازة وهي مكتئبة جت لها منظمة هايدرا قالوا له احنا منظمة كويسة وبعد كده اخدوها عملو لها غسيل مخ وشالوا ذكرياتها ودربوها وبقية عميلة لهايدرا بعد كده هي حبت الشخص المسؤول عن تدريبها بعدين الراجل ده سمح لنفسه ان هو شيلد تمسكه علشان هي تروح في مهم منطق مية علشان تروح تموت نيك في يوري هي اول لما راحت هناك بالغلط موتت حبيبها للمرة التانية وبعدين هناك عرفت ان هايدرا دي منظمة شريرة رجعت تجننت عليهم وقبل ما تموت احد القاضة هناك دحك عليها وقال لها ان انت عبارة عن عنكبوت متطور عكس الحقيقة ان هي هيومان ميوتيت زي ما احنا عارفين الميوتيت ده شخص اكتسب قدراتها عن طريق حدثة او عملية هي يعني جالها اكتئاب واحبطت وبعدين هايدرا سيطرت عليها تاني ورجعتها عميلة تانية لهايدرا بتسمي نفسها سبايدر اومان وبعدين بتقابل زي سنج بتاع فرقية فانتاستيك فور وبعدين بتعرف تسترد زكرياتها وتتخلص من غسيل المخ اللي هايدرا عاملاه بعدين بتكرر انها تبقى باونتي هانتر انها تبقى صياد مكافئات وبعدين بتبقى بي اي اللي هو محقق خاص بعد كده بتقابل واحدة شريرة اسمها مورجل يوفي هي ساعتها بيحصل حاجة كده انها بتطلع الروح بتاعتها بتعمل حاجة كده اسمها وقابلتها في بعض اسمها اصرى البلان اتخلقوا مع بعض وبعدين غلبتها وبعدين هي بتكرر انها ترجع تاني لجسمها بتلاقي ان جسمها مات وقارفت انها كده خلاص ماتت بتطلب طلب انها بتتمنى ان كل اصحابها والناس اللي يعرفوها ينسوها عشان محدش يزعل عليها وبالفعل بيحصل كده وبتموت في العدد رقم خمسين بس القراء اتضايقوا طلبوا من مارفل انها ترجعها تاني على قيد الحياة مارفل رجعتها تاني على قيد الحياة بعدها بسنة بس رجعت من غير قدرات صحيح استردتها تاني بعدين بس مارفل تحس انها تقفلت منها وخلت ظهرها سنوي بعد كده ما بقتش تظهر بالبدلة ومعندهاش قدرات وحتى لما اكتسبتها برضو ما بقتش تظهر قد كده وفي ناس تانية اخدت عباقة سبايدر وومن وبعد كده مارفل قررت انها تستثمر فيها تاني من الاول سنة 2009 عملت لها سلسلة خاصة بيها كانت 7 اشو وبعدين ساعة 2015 سلسلة جديدة من 10 اشو في قصة سيكرت انفجن كانت المالكة بتاعة الاسكرال كانت خطفاها وكانت منتح لشخصياتها وهي منتح لشخصياتها عملت فريق النيو افنجرز وساهمت انها تعمل العداوة والشكة وسط صفوف الابطال بعد كده لما الابطال عرفوا وقتلوا المالكة دي توني ستارك اللي هو ايرومان عرف يلاقي كل الابطال المخطوفة على رأسهم جيسيكا درو كان في قصة تانية كانت مارفل حابة تعمل أورجن ستوري جديدة مختلفة لجيسيكا جاب لك انها اخذ القدرات عن طريق النموة وهي حامل فيها ضرب عليها شعاع ليزر عبارة عن الحمض النووي بتاع ناكب مختلفة وساعتها بالطريقة دي جيسيكا بقى عندها قدرات تناسوا عن الأورجن ستوري التانية طب هي ايه قدراتها هي قوية جدا بتعرف تشيل حوالي 7 طن هي عندها خفة حركة عندها سرعة عندها يعني ممكن نقول قوة تحمل عندها رجود أفعال عالية ايديها ورجليها بتطلع مادة سائلة كده بتخليها تعرف تتشعل على الحيطان برضو عندها حسة سمع وشم قوية جدا عندها وهي منيعة ضد السموم والإشعاع هي برضو جسمها بيطلع حاجة كده اسمها فرمونات بتخلي اللي قدامها يبقى عنده حالة من النفور أو الخوف جسمها برضو بيطلع حاجة كده اسمها أو هي قهربة حيوية بتعرف تبصها وتضربها في اللي قدامه في جهازه العصبي ممكن تموته هي برضو البدلة بتاعتها بتخليها تعمل طيران شراعي وهي خبيرة في الفنون القتالية خصوصا الكاراتي والجودو والبوكسنج الملاكمة وهي يعني ممكن نقول انها جسوسة محترفة وهي محققة ممتازة وبتعرف تتكلم لغات كتير جدا طب في ناس تانية حملة عباقة سبيدر ومن غير جيس كدرق الإجابة هي اوه انت عندك واحد اسمها جوليا كربينتر وعندك واحد اسمها ماتي فرانكلين والتالتة اسمها شارلوت ويتر وفي ناس تانية من عوالم تانية او من مستقبل مغير تاني زي انت عندك مثلا ماري جين واتسون وعندك جوني ستيسي وعندك ماي دي باركر الجدير بالذكر عشان الناس ما تطلخبطش غير كل الناس اللي حملت عباقة سبيدر ومن فيه شخصية تانية اسمها سبيدر جيرل عشان محدش تطلخبط ودي اللي شل الاسم بتاعها تلاتة اتنين من مارفل واحدة من دي سي الموضوع ابتدى يكبر وابتدى يبقى فيه لخبطة كبيرة جدا هي ظهرها في مسلسلات الانيميشن ظهرت ومسلسل الانيميشن بيحمل اسمها في السبعينات وبعدين في التمانينات ظهرت ومسلسل الانيميشن كان اسمه سبيدر مان and his amazing friend وبعدين في التسعينات مسلسل لائيرون من وبعدين ظهرت ومسلسل الانيميشن كان اسمه ultimate spider man versus the sinister 6 وظهرت فيلم الانيميشن اللي هو انتوزة سبيدر فيرس وبعدين هتظهر في الجزء التاني منه هتظهر اللي هي جيس كا درو وجوين ستيسي وبرضو هتظهر سلك غير كده وكده هي اصلا ظهرت في العاب فيديو جيمز كتير جدا بس كده دي كانت حلقة سريعة اتكلمنا فيها عن spider woman بالتحديد جيس كا درو انا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنز انت متشوق لو مارفيل وسوني يوما ما عملوا لها فيلم انت حابب تشوفه ولا لأ احنا الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة جديدة لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل like و share ولم تنساش ترجمة نانسا